موسيقى شتان الفارق بين الأهل المحلي والأهل الإفريقي هذا الموسم فالأول يطيح بالخصوم الواحد تلو الآخر متصدرا جدول الترتيب بعد الفوز الكبير على بيرامدز أما الثاني فيتلقى الهزيمة تلو الأخرى وذلك بعدما سقط للمرة الثانية على التوالي أمام سانداونز بطل جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما عصر السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا خسارة الأهل جعلته يفقد فرصة الصعود إلى ربع نهاء دور الأبطال كأول مجموعة بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط متساويا مع المريخ والهلال السودانيين في نفس الرصيد في الوقت الذي يتصدر في سانداونز المجموعة برصيد عشر نقاط ضامنا بطاقة الصعود عن المجموعة قبل جولتين من نهاية دور المجموعة الأهل الذي دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة وأجواء أكثر من رائعة بعد الفوز على بيرامدز محليا وتجديد عقد مسيماني لمدة عامين فشل في ترجمة استحواذه على المباراة إلى فرص وظهر لا حول له ولا قوة سواء هجوميا أو دفاعيا ولو لا تألق محمد الشناوي في الدفاع عن مرمى لزادت غلة الأهداف مصير الأهل في الصعود إلى الدور التالي وإن كان فيه صعوبة إلا أنه ما زال بيده فالفوز في المبارتين المقبلتين على حساب المريخ والهلال السودانيين على الترتيب يضمن له بطاقة الصعود الثانية عن المجموعة فهل يفعلها المارد الأحمر ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه القاري أم يكون للأشقاء السودانيين رأي آخر في ظل تذبذب مستوى الأهل ومعاناته من الإجهاد نظرا لتلاحم المباراة يعني بحضر لكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة المحبة أبا دائما إلى قلبي الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل كابتن محمد مشرف ونور حبيبك الرومة أخبرك أنت من الزعل الكلام أنت زعلان باين عليك الزعل دايق دايق ومتقزم ومش مصدق نفسي أنه الأهلي والزمالك يحصل لهم كده في البطولة الأفريقية أنا على الفاصل أنت بتقول لي فعلاً لتنين يعني أنت الأهليا ولا زمالكية وأنت بتقول لي فعلاً الأهلي بين الفرقتين أحسن فرقتين في أفريقيا وفي مصر فبين عليك الزعل فعلاً أه وأنت من الزعلان ولا إيه لا مش زعلان أول لأن أنا متوقع الكلام ده وأنا قلته لك حلقات كتيرة يمكن حتى في الانترو دلوقتي اللي كانت قابلين على طول أن الأهلي شتان الفارق ما بين الأهلي المحلي والأهلي الأفريقي داي يبين لك أن الأهلي قال محلي هنا احنا بنكسب بعض هنا وي وي حتى الفرقة اللي ما تعتبر ليه في آخر جدول المريخ أنت كتابة ثلاثة اتنين بالعافية هنا أه فأنا متوقع لأن الأهلي مفهوش فرقة كاملة والزمالك مفهوش فرقة كاملة الزمالك بالنسبة له برضو يا كريم ظروف اللي حصلت قبل كده تغييرات ومش عارف إيه ووقف قيد وإيه وإيه لازم يدخلوا كارتيرون وتأليفاته لازم يدخلك في سكة تانية عايزك تستلسل بس لازم وطع كابتن محمد الزمالك عنده فرقة فرقة بتلاتة احتياطين على الآل كلهم دوليين سواء في مصر أو بره مصر تكلم في حمزة المسلوسي تكلم في أشرف بن شرقي غير بقى عزيزه غير الوينش غير محمد أبو جبل غير سيف الجزيري كل دول دوليين وصل أهلي برضو كلهم دوليين أخذك واحد لا أصنعيز أربطهم مع بعض أصنعيز حتى لو الزمالك عنده نقصان إنه ما عملش كده والكلام ده كله كويس يا كابتن ما تنساش في ظروف كتيرة يعني كارترون آخر الشهرين لي بوز الفرقة يعني هو كان عارف إنه هيمشي وأصل مجلس إدارة جي جديد أصل 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 مع الناس هو يفيد جنبه ده بيهد في الفرقة هو ده مش مستوى لعيبة كلها فعلا ليه حاجتين نمرة واحد إنه راجع شبعان متشبع من البطولات إذا كان لعيبة مصرية أو مغربة أو توانسة جايين مشبعين من البطول الأفريقية الوحيد اللي أوح فيهم شوية زيزو وعمر كمال عب واحد وبرضو في الآخر رجع مش هو ده زيزو مش هو ده عمر اللي احنا شفناه ده ده أمره طبعا دي نمرة واحد اللعيبة الزمال نمرة اتنين في نادي الزمالك أو الأندقة الكبيرة عمتن ما ينفعشها كابتن اللعيبة اللي تمشي الدنيا لأ الإدارة هي اللي تمشي اللعيبة تمشي الدنيا طبعا فالفترة اللي قبل كده لأ اللعيبة اللي كانت ممشي الدنيا لأ احنا مش عابق ايه لأ انا هجدد لأ مش هجدد كل ده بياخد من تفكيرهم فده طبيعي الزمالك بقاله فوق الـ 7-8 ماتشات ما تكسبش أو يعني الماتشين الواحدين اللي كسبهم مقسامة بمسكوا وحاست اللعيبة بالخطورة أنا بقول للماتشي الوديدة كابتن لأ الزمالك هيجي بأمانة اللعيبة هت أنا محمل للعيبة كل حاجة لا الإدارة ولا الفيريرا ولا أي حد العيبة العيبة اللي هي ترجع نفسها بالمناسبة بقول للناس ما زعرش محمود علاء عارف لو محمود علاء بتتكرر منه الحاجات السيئة طبعا هو غلطان جدا بس ما تبحشي العيب أنا بتكلمش على عقوبة النادي أنا بتكلم على الجماهير دي نقطة إنه هو هو ما بيغلطش على طول وهو قدم على التظاهر أنا شفت حضرك قلته فلا ده غلطته واحدة في عشر سنين فنبصله في الحاجة الكويسة اللي عملها ومعلش ومش هتتكرر تاني انت فاهمني نفس الموضوع بس ما نخش للنادي الأهل على حسام حسن نفس الموضوع الناس بتهاجموا جدا على الكرة اللي وياحها لا 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 حسام لو بياخد موتشين تلاتة الكرة دي جون ويمكن بجونين كمان يعني بتضعش من حسام أنا بكال بلوتي مهاجم كبير رفع عليك كبير يعني انت أكيد انت أكتر هتبقى حاسس بي والتفاصيل بتاعة الكرة عشان في ناس هجمة حسام حسن لا لا حرام بأمانة لا 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 حرام الولد نازل ثقتهم رايحة منه احساس الموتشات رايح منه احساس الكرة رايح منه دي ما بديعش من حسام حسن أبدا صح ده ما بديعش من لعيب عادي صح يعني نما هو فكر تلاتين تفكير عايز يجيب جوني عيني خاص بن عنه فالناس ما تشائلوش احكموا على حسام حسن لما يلعب ثلاث متشاطر اربعة من النهاردة كان شريف وحش جدا يعني أغلب اللعيب صح كلهم كلهم يعني طب تعال نرجع للزمالك ونروح للأهلي بعدك طب الزمالك الوضع بالتأكيد وضع صعب وضع فيه اهتزاز وقلت ثقة وكرارات حاسمة وثقيلة يعني الزمالك هيحصل له الفترة اللي جاي يعني الكارات دي تعود بالزمالك اه بالنفع والزمالك المفروض يتعامل ازاي اللاعبين يتعاملوا ازاي الجهاز الفني ومستلم مهمة شقة جدا جدا انا انا بشفك على بريرة انه مستلم فرقة نفسيا ومعنويا وكرويا وفنيا عندها مشكلة طبعا انا بطالب الجماهير الزمالك تصبر على فرقة الزمالك اه اه انعجبني في الاندر وانت برضو تكلمت جيد حد حلو قوي خلص اللي حصل حصل اه بالظروف بقى بالظروف اللي حصل حصل نحن بص لقدام عشان الزمالك رزم يقوم مينفعش الزمالك ينهار كرة المصرية اهلي وزمالك مع الاحترام لكل اندية بس اهلي وزمالك الاهلي لو بلعب لوحده والزمالك لو بلعب لوحده مش هينفع فالزمالك لأ يزبروا عليه انا بقولك ان الزمالك القرارات دي لو ما جابتش فايدة دلوقتي هتجيب في خلال سنة واتنين هتعمل لك تيم جديد هتعمل لك طرق حمد تاني هتعمل لك هتجيب بن شرقي تاني احنا قلنا امانويل اخر حاجة جابت صح مش هنلاقي زيه جيب بن شرقي جيب فرجاني فرجاني فين راح مع الراحة وفي الواب طبيعة محمد دائما يعني مع الازمات ده بيحصل في الزمالك وفي الاهلي دائما يعني مع الازمات طلع لقطاع النشئين ايدي لعيبة من قطاع النشئين انا هعتمد على قطاع النشئين كان زمان لا طيب لا انا كنت اسألك السؤال بطريقة تانية هو ليه اصلا ما اعتمدش على قطاع النشئين من غير ازمات ده الاول اه 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 الجاهز تدائق منه مع مرور الوقت يعني او بيبقى عندك ازمة معاه تم في الاول والاخر افضل دعم كل شوية من قطاع النشئين عشان ما تحسش فجأة ان انت عايز تجيب يعني اقولك حاجة لو فجأة بكرة الزمالك طلع تاعة اربع لعبين النشئين طيب هو لا مش مش هينجح الزمالك فجأة يعني لو تاعة الاربعة دول لعبوا المباراة اللي جاية السيين لا 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 هو مش هينجح خالص احنا شفنا كاسر ربطه فلازم يخشوا بالتدريج صح احنا شفنا كاسر ربطه اه احنا فعش عشان تطلع ناشئ مطلع تانا وهاني رمزي وعمر وعادل اول اربعة طلعوا من فرقتنا احنا طلعوا من فرقتنا عشر لعبا احنا احمد رزق وحمودة وياسر محمدين وحمدا يونس وغير اللي انا قلتهم لا واعطف عبدالهادي بص لازم تدخل اثنين اثنين او واحد واحد يعني تدخل عمر قابلينا بعدين دخل هاني بعدين دخل تانا وعادل انت فاهمني مينفعش تدخل تلات اربعة لعيبة زغيرين اذا كان اللعيبة الكبيرة محد الشاي لحد يعني صح هم مش قادرين يشيلوا نفسيهم صح حتى يتطلعوا يشيل لعيبة الزغير ازاي انا ما طلعت كان على يميني كابتن مجد عبغاني وعلى شمال كابتن طاهر وكابتن علاء ميهوب واسامة وكابتن اسامة وكابتن ربيع كذا واحد ورا مين اللي واقف كابتن سابت او كابتن اكرامي الاحترام صح فلأ وحدة واحدة طيب النادي الاهلي بقى ايه اللي بيحصل يا الاهلي ها غريبة مش قادر يعني ايه تمسك مستوى ثابت للاهلي يا إما مباراة كبيرة جدا زي ومباراة البرامتز اللي فاتت يا إما مباراة سيئة جدا زي وظا نلو زي النهار ده الاهلي كان كويس في البرامتز انت رأيك ايه ها هاتش كويس 2 زي 2 اه انا بحلل هلك منظور فني الاهلي خطف ثلاثة جوان خمس قوار عالجوان جيب ثلاثة توفيه كبير اه اهمال من ام من بيرامدز زائد ضغطه خبرة باللعاب الاهلي بس برضو فعالية انا ما اجيب ثلاثة اهداف بالخمس فرص زي ما بتقول دي ده فعالية تحسب للاهلي انا وارا هستغل اخطاء بيرامدز كان فيه اخطاء من النادي الاهلي وضيعوا جنين تلات مستغلاش فده برضو نجاح ليه الاهلي حلو اه انا مقولكش مش نجاح اه بس على المستوى المحلي لأ فيه فرق دلوقتي اه لأ بتشتغل مجهزة يعني المصان داونز يبقى عنده عشر نقط والاهل اربعة وبعدين مش كل مرة هنعتمد على التوفيق بس انت تلات فرق دلوقتي اربعة دي ما يقولكش ان الهلال ممكن يصع طبعا عايز اقولك على حاجة الاهل الهلال هنا ولو المريك مش هيتلعب هنا الاهل عنده مشكلة جملة جملة جدا انا بكلمك بأمانة اه اه الاهل مش كل مرة توفيق بس هو خلاص المريك هيتلعب هنا ان شاء الله اوكي برضو مش مضمونة اه 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 الضبط انا مش مضمونة ولكن الفرصة كبيرة طبعا سبعين ثمانين في المية المطشين على ملعبك اه انت النادي الاهل بترنتر افريكي بس بشوف بس حدث نفسك على ضغط تحت ضغط مش طبيعي بس مفهول المطشين دول تكون حاسم امورك ده حليل زي ما صاندونس حاسم اموره خلاص ده بقى نرجع له يا كابتن ليه الاهل وحش ليه الاهل وحش مش عشان اللعيبة وحشة الاهل بقاله فترة معتمد على ربع خمس لعيبة بس في الملعب اللي هم شايدين العمود اللي صامت فيهم الله اكبر عليه ويحميه الشناو ده اللي صامت في الناس كلها ويهي بعدين علي معلول علي انا شايف ان دي اخر سنة يعني السنة الجاة دي اخر سنة العالي لانه بيهاجم بس دفعي انا كابتن انت لو بصيت لعب كتير اوه من علي اوي النهاردة طاهر هو انت يا سامي عمسان ده انا بحبك ودايما نتكلم انت مش عارف تقول للرجل واكيد قال له ان حسين كان بيلعب حسين الشحات بيلعب بقريت لعب في المقصة السالة لتين تلاتة بقريت و هو مش عارف مسيما دي ممكن ما يكونش عارف او عارف و مش مقتنع بيه في حتة البقريت ما هي برضو اقتناع مدرد ولا سمع الانتخاذات على حسين لا هو الناس بتنتقده على قدام يعني ان هو بيضيع وهو 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 انما حسين ده ما بيدافع بيقف كويس كويس جدا و دي حتته فانا ازاي انت ما تفكرش في واحد ازاي انا قلتلك قبل كده اهل عنده مشكلة في الطرف اليمين والطرف الشمال و كله ما كنت عارف انه هنا يتعور النهاردة عشان تدي كريم فؤاد من اول مطشعين الولد من الضغط العصبي و عدم المباريات كله شد و ده طبيعي ده طبيعي يعني هو كان ماشي كويس بس من كترة طيب من الاهل ما عندهش باكرايت ما عندهش بديل ايه برضو الظروف لان اكرم اصابة جامدة مين باكرايت في السوق اللي ممكن يجيبه مساءل يعني ايه انا بدل ما اجيب اروح واحد تحت الفراودة و انا عندي عشرة تحت الفراودة اجيب باكرايت من افريقيا انا اجيبني الاثنين باكرايت واحد بتاع فيوتشار دلوقتي واحد بتاع البنك الاهلي جيناسان طبع والولد ياكوبي ده بتاع ياكوبي و والد ديجلا طبع الاثنين دولة جينا و ديجلا عليين النهاردة انا شفت الباكليفت بتاع مامولدي سانداونز غالة حاجة تفرح انا فكرت ازاي الاهلي لازم ياخد واحد زي الباكليفت و يجيبه لان علي قدامه و خلالها السمع مش بتطلبش منه اكتر من كده علي عمل تاريخ نفسه هنا و من احسن بس السن دي حكم و الدنيا لازم الواحد يبقى عارف عامل حساباته دي ببساطة الاهلي وحش ليه طيرك في مستوى طاهر منذ انضمامه للنادي الاهلي انا شكراك على المباراة النهاردة بس بس طاهر ايه الاضافة او شفت اضافته قد ايه او تأثيره قد ايه في تشكيلة النادي الاهلي بس كابتن والله انا من سنتين لما نفعل تمامه بس انا و هو كان لسه جاي ولما عرفت ان هو تعاقد قلت خلاص انه انا عارف ان الفلنة تقيل عليه تشيرت تقيل عليه بقى بس انا قلت ساعتها وهو كان لسه وبعدين دخل وبعدين اللي ابتدى يلعبش و قلتولهم من سنتين فانا دلوقتي وهو واقع انا مقدرش اقول ان هو لازم يشد حيله مقدرش اتكلم عليه اكتر من كده لان هو دلوقتي سكة راحة فيه حتى حسين الشاحات ياما اتكلمت النهاردة الراجل مفكرش فيه خالص اذا ابتدى يقع من حساباته ممكن الراجل بيسمع انا قلتها لك قبل كده يوم ما الصحفي قاله ميكي سوني ملعبوش تاني غير بعد اما الناس هديت عليه و راحهم لعبو فالناس اتكلمت على حسين كتير فهو ابتدى يسحابه سنة سنة لا انا مش محب الاسلوب دوت عيس تسنده سنده للاخر انت فهمني لا الناد الاهلي محتاجة يا كابتن حتى برستاه و قلتلك و كويس بس مش سوبر صح بس انت تعرف السوبر دا كابتن السوبر دا اللي هو يعلم معايا زي يعلم علول سنة كاملة مفيش مطشي كده بيقيدلي فيه مستوى ثابت ثابت فرجاني ساسي لما كان موجود بنشاري قبل اما يخيب دولت مستوى دول الواحد انا جيت في سنة بالسنين قلت انا هرسل احسن العيب في مصر اجنبي كان فرجاني ساسي كنت بيسألوني قلتلهم اه فرجاني ساسي ساعتها فقلتلهم واحسن باكلفت قلتلهم علي معلول يعني قلتلهم انا هراب يد الاتنين اللي من بره هم احسن العيبة في مصر ايوة ودي النقطة انا نسيت اقولها من الحاجات اللي كانت في افكاري انه للأسف لو مني نتكلم على الافضل في مصر خلال كم سنة ستقول اشرف بنشاري علي معلول ده حقيقي في مشكلة يا الله انا كنت بقول في بداية الحلقة ان احنا منقيس كوة اللاعب ولا امكانيات او هو اسم كبير بتمنه يعني اللاعب اللي بيكسر ال 20 مليون ده خلاص ده بقى لعيب كبير ده بقى لعيب عالمي وده بقى اسطورة اسطورة الاساطير اه بس اه واضح ان دي خادعة اه خادعة جدا انه اللاعب يبقى كبير لو عنده اه مليون فولورز على السوشيل ميديا انه اللاعب يبقى كبير لو الناس عمللوا بتجاتوا صفحات على الفيسبوك اللاعب يبقى كبير لو معموله هاشتاجوا بيطلع تريند اجوجو ده الله ارحمه وتوفى بتاقى اجوجو ده قبل ما ييجي كان ايه جاي زيكم البرازيل جاي صح اقل من اقل حد هنا الله ارحمه يعني فهي مش بالتمن صح مش بالاسم الواحد يبط بس دي حاجة خوفة كابتة محمد ما هي حاجة ايه ليه يعنيش ما هي كابتة الاحتراف اللي اتفتح ده اتفتح زي الهويس كده مالوش اي ايه لا اتفتح في الاسعار بس اه في هنا بنا وبن بعض مش احتفال خاريجي تقصد يعني لا خاريجي ايه يا رب خاريجي ايه ده مش صلاح في حتة تانية لا صلاح الله اكبر في الامر فوقه بتاعه خلاص انسوا انتوا عايزين تطلعولوا بقى اتجاروا السواريخ اللي بتطلع انما انتوا بتتكلموا في ايه احنا بعيد اوى يا كابتة انا هاتلي واحد من اول الدولي مستوى ثابت صح حد كده يا جماعة المصارعة الحرة اللي شغالة الماتشات فيه شغالة بشوف ستة سبعة في نص الملعب عماليني يده مقلب لبعض مش كورة بكلمك بأمانة وما حدش يزعل مني يعني فرقتين تلاتة اللي بحب اتفرج عليهم كورة يتبقى كله مسارعة حرة والله فده السبب انت دلوقتي اي لعيب اي ناديين بيتخنوا عالي خلال ده احسن لعيب في مصر وده بسبعين ثمانين مليون مع ان لا 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 الحاجات دي لازم ترجع تاني تتضبط وكل ده على حساب الاهل والزباك هم اللي بيدفعوا وهم اللي بيغرموا وعلى حساب الفرق التانية انا بشوف فرق انا بشوف فرق بتجيب لعيبة افاركا كابتن وبيكسروا وبيكسروا الدنيا وفيهدوء وبيجيبوا لعيبة من الدرجة الممتاز بيه وبيشتغلوا اه يعني فيه كزا تجربة معمولة ما حاجدش داري بيهم بس طبعا احنا هنا اهل وزمالك وده هو من زمان كنت بقول ايه انه لما منتخب مصر يروح يلعب مع منتخب كبير واحنا كنا عاديين مع بعض كتير في كاسرام الأفريقية اه تلعب مع كودفور تقول ربنا يستر تلعب مع سنغال تقول ربنا يستر تلعب مع الكاميرون تقول ربنا يستر تلعب مع الجزائر كام في الدير في دي ولا كام فيردي كام فيردي دي برضو بنقل فيه الفكرة في ايه اه احنا بالروح وبالقلب وبالحماس وان احنا ندي تريبل المجهود يعني فبنعرف نوصل لهم بس ايا نفسي نوصل لمرحلة ايه ان انا ما دوس بنزين على الاخر عشان اوصل للمستوى الناس دي لا انا داخل المباراة ديت انا راس براس احنا مباراة السنغال كلنا عارفين مش هنخبي على الورق لا تشكيلة السنغال اقوى على حسب الاندية الاوروبية الكبير اللي لعبوا بيها احنا عندنا طموح وامل في لعباتنا برجولتهم وحمسهم وامكانياتهم ان هم يوصلوا للمستوى دا وتعملوا مباراة كبيرة بس انا عايز اخش على الورق كمان لأ انا اكبر اكبر من السنغال الجيل بتاع كابتن حسن كنت بتخش ايه ماتش بالذات بعد السنة الاولانية يعني بعد سنتين من توليك كابتن حسن صح من 2008 اه كنت بتخش على ايه فرق انت راكب وعالي جاي من كاس بان ايطاليا وخسرهم البرازيل في اخر دي يعني ايه في حتة تانية برضو وانما انت دلوقتي فانا بتجيبها لك هي الكواليتي الكواليتي بتاع رعيبات مصر ابعت صلاح عن المشوار كله هتلاقيهم بالزبط 60-65% مع 25% روح وحماس الوصف السحرية بتاعت بتاعت دي بتغطي على اي حاجة يعني انت كنت ايام الكابتن حسن 90% وفيهم 20-30 روح فكنت معدل 100% فكنت بقى حاجة صح دلوقتي انت الكواليتي عندك 60-65% فبينوصل لـ 80-90 يعني ها عارف انت بتدوس على اخرك فانا منزين بس برضو مش كل مرة هتمشي كده ايوه مش هت يعني مش فهلا انا عشان كده قلتلك عن نادل اهلي مش كل مرة ربنا هيتسلمها معاك وتوي صعد فيه فيه كده لومت بتنوع متخب مصر نعدي يا رب ان شاء الله نعدي كاس العالم عندنا لعيبة وعندنا شغل وعندنا فرق وعندنا ناس يعني ان شاء الله يخلص بس ان شاء الله نبسي كاس عالم هتلاقي وانا بنبسط يعني من كيروش انه هو طلع على لعيبة مكنش معانه ايوه فانا حاسس انه هاجيب كذا واحد انت فهمني يعني زيهم بس هو نظرته اللاعبين عندنا مختلفة عندنا مثلا في ايه تاة اربعة خمس ستة سبع اسمية نقول عليهم بلقى اعظم لعيبة ونقعد نتخانق ازاي مرحوش المنتخب وازاي مش عارف ايه وبتاع هو بيبص بواقعية غير بتاعتنا احنا يعني ايه بيسموها ايه غتصنا غرقنا في حالتنا مع بعضينا ما منبسش للامور بشكل اه لأ وساعات بينه بعرفينها بس ما مقدرش نهاجم لأ ساعات بينهبقى عارفين انه افشا مش قادر لأ واحنا كجمهور اهلي وبنحب افشا فبنزقه قوي هو شايف انه هو في حاجة معينة احنا شايفينها بس ايه من حبنا فبنزود شوية انتفاهم اه ومش كل مرة الرجل يبقى صح طبعا يعني في حاجاته في حاجاته بس هو في حاجاته عنده فيها صح اتفاهمني اه انا بجيب لك اسامي على طول يعني انا بكلمك اه على افشا انت فاهمني اه افشا لازم يحيط حساباته مش عشان ماتش ده هو كويس قوي بس عبدالله سعيد عجبني في حاجة هو عارف ان هيكل عايش هنا على اللعيبة اللي موجودة اه انما عارف ان في افريقيا والحيطة دي اه الرتمي بتاعه مش هيجيب معاه اه ده النهارده حستها في افشا اه القوة والاتحامات والنهارده كابتن كل اللي اتحامات واخدها فان ده كله اه الميز باص من الاهل كتير اه الموزيع بس مش عايزو تتكلم على الاجهاد اجهاد اجهاد عمر الناد الاهلي ما فكر في اجهاد وبتاع الموزيع كان مزودها اوى على موضوع اجهاد اجهاد لا في لعيبين كتير اصلا كانوا مريحين انا مش عايز تتكلم في النقطة دي برستان مش مجهد اه اه الكتير اللي تبص على الشماعات يا كابتن اعرف ان هي خسرونه النهارده اه ايه الاوتوبيس حصل له ايه لا اوتوبيس تتكسر ولا تحضف توب ده ما شافوش تأخر يا اه لا انت ما شافوش الخنزير وهو ما تبوح لك على باب القوضة وقدام مغرق القوضة ما شافوش ولا بنقدم شاك ولا بتاع بالينزل ناخد كاس افريقيا ونديهم على دماغه ايه اوتوبيس وقفو بتاع حاجات دي اه ماشي دارت النادي انما انا اللي شايف اوتوبيس تتكسر احنا هنعمل زي الجزائر هنا لما جم خبطوا بعض وغمروا لا 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 اهلي محتاج يدوش شوية محتاج يجيب لعيبة برضو محتاج الشتاء يجيب او الصيف يجيب لعيبة كواليتي كواليتي هيشير لان خلاص ديانجي ماشي علم علول الخلاص بيخلص افشع زي ما انت شايف ومش هيكمل ميكي سوني خلاص يعني اللي عيبة الافارقة اللي انت مفروض تجيبهم لأ هاتلك بكرايت افريقيا هات واحد اجنبي يا اخي ام هاتواحد حتى من ايه يعني انت الاهلي بيدفع انت دلوقتي الاهلي وزمالك والفرقة المصرية بتدفع اكتر من فرقة في الخليج كتير بعد كل الكرام اللي يزعل ده ام انا قلت بس عن صدق حقيقي والله انا حقيقي متفائل جدا مبارطية السنغال كلها من ربقى وعين قوي بنكسب صح يعني حاسس انه الفرصة بس سهلة بس في ايدينا يعني نقدر اه طبعا ما خمسين خمسين اكتر اه على الاسمين بص انت بتقول كليبالي وبتقول اللي المانيوي لا 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 ولا يفرق الاسمين انت بلعيبة وصلت معاهم وكت تكسبهم وفضلت معاهم وانت طبع ليش انا قلتلك فيه في المطش شفت منظر صعب عليها صلاح اواكت والله صعب عليها اول لقيت سيد مانيه واقف في كرة سبتة كده قلت كليبالي واقف حواليه والولد التاني بتاع مش عارف فرقة في ايطاليا بيقى في ايطاليا واقف حواليه فلقيت يعني في الكرة النحنة صلاح واقف جنبيه عمر كمال عبدالواحد يعني ومع الاحترام يعني انا قصدي تصني انت عادت شوف اللعيبة دي موجودة في اوروبا فانديها كبيرة زي ما واقفين مع واقف وصلاح يعني بيحابي على ايه على اخواته الزوارين اللعيبة يعني ايه لسه بيتهتف في امم افريق فلاق ما يغركش اسامح احنا زقنا معاهم ان شاء الله ممكن دي لا ان شاء الله كابتن محمد دايما بتشرفني ودايما بتنورني ودايما جدا بسعد بتعيب حبيبه وما تزعلش اه بيكسبوا على طول صاحبوا بيخسروا على طول لا 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 انت انا شكدت قلتل ازعل بس بس انا متوقع الحاجات دي كويس ان هي بتيجي واحنا لسه في امل وان شاء الله زمالك يرجع والاهل يكمل وبيرمز والمصري هو الواحد عشان الدربتين جم في يومين وارا بعض واحد زمالك واحد اهلي يعني عارف انت مفيش حد حتى في يوم ايه رضانة اه اتكلم وانا مقتنع هفضل مقتنع مش عشان احنا عاديين في مصر عاديين على التلفزيور في مصر فهنقول ان الاهل يوزباك اكبر في الكرة الافريقية طبعا هم وقعيا وتاريخيا وعلى مستوى الحاضر على مستوى التشكيل والاجهزة الفنية هم اكبر في الكرة فما ينفعش ان يديت بقى النتائج لان بارح ولا النهار ده حقيقي صح؟ ده حقيقي شرفتوا نهارتك شوفك على خير ان شاء الله لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل احمد فوج العليان ومحمود دياء نكمل معاهم كلام في الكرة خليكم معنا